الأكبر وهو الملف الروسي الأوكراني هنا كيف من الممكن الرئيس الصيني مع الدول العربية الآن محاولة معالجة بعض هذه الملفات وليست بالتأكيد الملفات كاملة للوصول إلى فرص المستقبلية في الدول العربية يكون هناك حلول أو محاولة إيجاد حلول لإيجاد حل سلمي إلى المشكلة الروسية الأوكرانية لأن المشكلة الروسية الأوكرانية عندما اندلعت في شهر مارس الماضي انعكست سلبا من الناحية الاقتصادية على كل أنحاء العالم وتحديدا وجدنا تأثيرها كان سلبيا وبشكل كبير على الدول العربية ويمكن القول على مصر على سبيل المثال عندما ارتفعت أسعار النفط وارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية القمح والزيوت ومن ثم علاج المشاكل الملتهبة في العالم لابد أن يعم بالخير على الجميع وأعتقد أن هذا الأمر سيتم درسته وسيتم بحثه خصوصا وأن هناك الرئيس عبدالفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر